وصلت مدرية الصحة بمحافظة المينيا تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول خدمة الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضح وكيل وزارة الصحة بمينيا محمد نادي أنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية أسطال بمرتز ساملوت خلال يومي 17 والثامن عشر من أغسطس الجاري تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وأصفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1795 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاد للمستشفيات من دانبه أوضح منصق القوافل الطبية بمدرية الصحة بمينيا محمود خليفة الحسن أوضح أن القافلة شملت مختلف التخصصات بالإضافة إلى عمل ندوات تفقيف صحي لمائة وثمانية عشر شخصا وتم استخدام سبعة عيادات متنقلة